أنا أعتقد أنه كل أحد فينا عنده أغنية مفضلة أو أغنيات مفضلة وكان سبب ارتباطها فيها يمكن يكون موقف أو ذكرى وهذا سبب حبة لهذا الأغنية راحبوا معي لتقديم جائزة الأغنية المفضلة بالفنانة هودا حسين مساء الخير نفرح نسمع أغنية نزعل نسمع أغنية نحب نسمع أغنية انتخاصم نسمع أغنية منو فينا ما عنده أغنية مفضلة وما يحب يسمعها دائما منو فينا يقدر يستغني عن الموسيقى ما أعتقد ما في أحد فينا من فترة لفترة تكون عنده أغنية مفضلة أو موسيقى يحب يسمعها اليوم من الأغاني المرشحة الليلة وهي نشوفها ترجمة نانسي قنقر الفاتنة معجد المهندس يا مساء هلي يا عطر دخول يا غرام الحب الأغنية الفائزة بجائزة جوي أوردس للأغنية المفضلة هي سلامات للفنانة نانسي عجرم ترجمة نانسي قنقر ولا صحيح ولا حتى أنا جنام بسيلاً ولا جيلاً المسال الخير هناك مهرجانات كثيرة في عالمنا العربي يمنحوا جوائز ولكن جوي أوردز جائزة الفرح 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 الذي نحن في عالمنا العربي بأمس الحاجة لأقوله هلأ أكثر من أي وقت مضى شكراً هيئة الترفيه شكراً معالي المستشار على صناعة الفرح وبعد رح نتخيل أكثر شكراً شكراً مجموعة MBC شكراً لكل شخص ساهم على أنجاح هذا الحفل أنا كثير سعيدة أني معكم الليلة وألف مبروك لكل الفائزين شكراً شكراً